اوكي فيلم فرست مان للمخرج ديميان شازيل وبطولة رايان جازلنج فيلم فرست مان بيتكلم عليه بيتكلم على نيل ارمسترونج الاول شخص على سطح القمر بيحكي قصة بقى المون لاندنج وكل الحاجات اللي حصلت سنة 69 ويعني ماشي انا ما عنديش عنديش مشكلة قوي مع الفيلم ده انا بس شفته انه هو موجود كده اوكي ده هيكون مشاهدة ممتعة ان انا اتفرج عليه خاصة ان ديميان شازيل اللي هو اللي عمل الفيلم ده وحاليا الجولدينج بوي الفتى الزهبي بتاع هوليوود هو ديميان شازيل اللي انتمش عارفين مين هو ديميان شازيل ديميان شازيل هو اللي عمل فيلم ويب بلاش من كم سنة وانا بحب فيلم ويب بلاش قوي يعني متساعة لما طلع عجبني 2016 تقريبا وبعدين السنة اللي بعدها عمل لالا لاند اللي انتم عارفين ايه ارائي في فيلم لالا لاند فبعدين بقى هو عنده الحرير ان هو يعمل اللي هو عايزه وهوليوود هو شافه الوات بيبيع يعني والوات بيعمل الشغل اللي حلو فاخد القصة بتاعت نيل ارمسترونج وخلوه يعمل الفيلم ده فيرست مان طيب الفيلم كقصة بتتحكي هو فيلم دراما يعني لمعظمه هو فيلم دراما بيحكي الحاجات الجانب الانساني جدا من نيل ارمسترونج وانه زي المهندس ده واللي هو طيار بقى وعايز يوصل للاماكن اللي محدش وصلها قبل كده والكلام ده بيلمس في الناحية دي سنة ولكن عمتا بقية الفيلم هو بيدخل في الشخصية بتاعته والصراعات اللي هو بيقابلها في حياته بعدين بس ان هو جزء من الاسبيس ميشن الابالو 13 دي ده جزء من الفيلم ولكن هو بيعرفش الفيلم كامل يعني كنت تدخلين الفيلم ده يكون بس ايه تجمع من المهندسين كده وانهما يشتغلوا بقى ازاي نعرف نوصل للامر والكلام ده ولكن بس يدوك هو في مشهد ولا مشهدين اتكلموا عن الموضوع ده فعلا وده يثبت نظرية الارض المسطحة اكتر لان مفيش حد يوصل للامر يعني انا اقول لكم حاجة لو حد داعم لنظرية الارض المسطحة ده يكون فيلمه مناسب جدا انهو يتفرج عليه لان فيه فيه تحوير كتير وكلام كتير متقلش كده عن الذهاب الى القمر فلو حد عايز اثبات اكتر ان المون لندنج والذهاب الى القمر وكل الكلام ده كان فيك ونسا فكست الموضوع كله فده فيلمه مناسب جدا ليه يعني هما لو عاوزين يثبتوا انه كل الكلام ده كد ما كانوش عملوا الفيلم وفيه جزء كتير من الفيلم بيتكلموا على ان فعلا كل الحوار ده بيعملوا بس انهم عايزين يروح الامر وكده عشان بس بيسبقوا الروس وكده هو عشان يوصلا قابلهم ويقولوا ان امريكا هي الخطيرة وهي اللي عملت كل حاجة والكلام ده فواضح ان كان فيه سياسات كتير يعني في الوقت اللي راحوا فيه للأمر فمش عارف ممكن هو الموضوع كله فيك وكده هو عمتا في كل الاحوال انا مش اكتر فان لراين جازلينج ولا التمثيل بتاعه بس في الفيلم ده هو كان كويس ده تاني تعاون له مع ديميان شازيل المخرج فاول تعاون كان فيلم لا لا لاند اللي انا زي ما قلت لكم مش احسن فيلم بالنسبة لي ولا اي حاجة بالعكس انا عندي كلام كتير وحش لفيلم لا لا لاند ولكن التعامل مع راين جازلينج في الفيلم ده كان كويس عجبني التمثيل بتاعه جدا وغير عن كده ديميان شازيل بما ان بقليل حرية ان هو يعمل اللي هو عاوزه كان واضح جدا من الفيلم ده من اختياراته الغريبة عمتا اختياراته الغريبة في طريقة الممثلين هم بيمثلوا طريقته في حكاية القصة ان يكون الاهتمام بس على شخصية نيل ارمسترونج ذات نفسه مش على المهمة كاملة بتاعت الذهاب الى القمر لا يعني انت رو دخلت الفيلم ده عشان زي ما قلت بالكده ان انتوا تشوفوا اللي حصل بقى المهندسين اللي عملوا الحوار ده كله وزاي وصل الامر لا الفيلم مش على كده خالص الفيلم هو قصة الشخص اللي هو نيل ارمسترونج اللي هو كان اول واحد يكون على سطح الامر انا مش عارف هل الفيلم ده يعني هل هو صحيح بشكل تاريخي لانا لوقت كتير جدا انا كنت فاكر ان باز ارمسترونج اللي هو كان على المهمة بتاعت الابولو ثرتين كان هو اول شخص حقيقتا على سطح الامر ولكن مش عارف ممكن هو نيل ارمسترونج فعلا كان اول واحد على سطح الامر فكل الاحوال الكلام ده كله مش مهم لانا حد نتكلم في النهاية على فيلم دراما وليس فيلم عن المهندسين وكده هو فا لو اتفرجتوا على الفيلم والولي رأيكم فيه في كومنتات بتاعت الفيديو ده ولو انتو من الناس اللي داعمة للنظرية الفلات ارت بعد ما انا متفرجت حسنين ده انا بقيت واحد من نوكم خلي انقوه كل الاحوال اعزائي المشاهدين شوكوا معنا بطبيعتكم متسوش تعملوا لايك على الفيديو ده بيساعد جدا ويعشوكم ان شاء الله في الفيديو كان سلام اشتركوا في القناة